مدد الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء عقوباته المفروضة على روسيا لمدة ستة أشهر أخرى حتى تاريخ 31 من يناير 2023 وذلك بذريعة الوضع المرتبط بأوكرانيا قال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الثلاثاء قرر مجلس الاتحاد تمديد الإجراءات التقييدية المعمول بها حاليا فيما يتعلق بقطاعات معينة من الاقتصاد الروسي لمدة ستة أشهر حتى 31 من يناير عام 2023 وتستهدف العقوبات الاقتصادية التي بدأ الاتحاد الأوروبي في فرضها منذ أكثر من سبع سنوات قطاعات المال والطاقة والدفاع في روسيا وعلى وجه الخصوص أيضا عدد من البنوك والشركات الروسية كذلك تهدف للحد من الوصول البنوك والشركات الروسية إلى أسواق رأس المال الأولية والثانوية في الاتحاد الأوروبي وتم فرض وحظر على استيراد وتصدير الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج كما حدى الاتحاد الأوروبي من وصول الجانب الروسي إلى عدد من التقنيات والخدمات لإنتاج النفط والتنقيب عنه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر